بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين وقال تعالى في مورد آخر إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين منهج الطغاة هو المنهج الفرعوني منهج التهديد والقتل والتعذيب والملاحقة والتهجير إنما جرى في البحرين إنما جرى ويجري إلى يومنا هذا في البحرين من انتهاكات فضيعة تجاه الثوار الأبطال من صنوف التعذيب لن يمر دون عقاب ومحاسبة لقد اعتاد المجرمون من آل خليفة على أن يخدعوا شعب البحرين بإصلاحات شكلية للهروب من الحق القانوني لمحاسبة كل من أمر ومارس التعذيب وإن على رأس الآمرين هو الطاغي حمد الذي ترك الحبل على الغارب للأجهزة الأمنية لتعتقل وتلاحق وتعذب وتقتل خارج نطاق القانون تحت مسمى قانون الطوارئ الذي أعلن عنه في العهد الدولي لمناهضة التعذيب ينص على يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسماب يقوم على التمييز أي كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفتها الرسمية هذا ما ينص عليه معاهدة التعذيب الدولية وإن النظام المجرم في البحرين يقوم بالتغطية على المجرمين الذين نفذوا أوامر السلطات العليا في البلد وإن التعذيب في البحرين كان ولا زالم منهجا مما يدل على أن التنسيق بين إدارات التوقيف والتعذيب مما يدل بوضوح على أن التصرفات كانت بأوامر من سلطات عليا وليست تصرفات شخصية فردية وهذا لا يعفل الذين مارسوا التعذيب من مسؤوليتهم في ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب كما تنص عليه المادة السابقة الذكر وتنص المعاهدة على ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمنع التعذيب إلا أن السلطة في البحرين تتلاعب بهذه المواد وتقوم بعمل مسرحيات للمحاكم وإن أسوأ ما رأيناه هو الأحكام التي صدرت على الذين مارسوا التعذيب حتى القتل كما حصل لقاتل الشهيد فخراوي والشهيد هاني عبد العزيز وعلي صقر والعشيري والحجيري وحسن جاسم وغيرهم إن هذا الأمر ليس بجديد فلم ننسى أجساد الشهيد سعيد الإسكافي والشهيد نوح آل نوح ولا الشهيد سيد علي أمين ولا الشهيد جميل العلي ولا الشهيد عبد الكريم الحبشي ولا الشهيد شيخ جمال العصفور كل أولئك الذين استشهدوا تحت صياط التعذيب أو بآثار التعذيب كما حصل بالنسبة للشهيد محمد الصياح أو ياسر السديف أو العليوات وتنص المادة الثانية من العهد الدولي لمناهضة التعذيب على تتخذ كل دولة طرف الدول التي وقعت على العهد إجراءات تشريعية وإدارية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي فيجب على السلطة أن تحاكم هؤلاء ولا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة من موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب فالتذرع بقانون الطوارئ ليس مبررا لممارسة هذه الجرائم البشعة تجاه أبناء الشعب وتنص المادة الرابعة في الفقرة الثانية تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبا للعقوبات بعقوبات بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة فلا يصح أن يحاكم القاتل تحت التعذيب بثلاث سنوات أو بأحكام خفيفة لا تتناسب مع الجرائم الخطيرة التي ارتكبوها وتضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني انصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن وفي حالة وفاة المعتدى عليه كما حصل لشهدائنا الأبرار نتيجة لعمل من أعمال التعذيب يكون للأشخاص الذي يعولهم الحق في التعويض فيحق لعوائل الشهداء أن يطالبوا بالتعويض بسبب التعذيب الذي أدى إلى استشهاد أبنائهم ومن يعولهم أما بالنسبة للقضاء في البحرين الذي يدار من قصر الصافرية وقصور الرفاع ففي العهد الدولي الذي وقعت عليه البحرين ينص في المادة الخامسة عشر على تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل أو في أي إجراءات إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم نفسه بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال كل الذين يحاكمون في محاكم الصورية لدى الخليفيين هم تأخذ اعترافاتهم تحت التعذيب والتنكيل إننا في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب نحمل رأس السلطة في البحرين كل هذه الجرائم التي وقعت وتقع على شعبنا ونحمل المجتمع الدولي مسؤولية التساهل مما أغرى النظام بالتمادي في التعذيب والانتهاكات بلا حساب ولا كتاب وإن يوم المظلوم على الظالم أشد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته